السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا فيكم في هاي الجولة اليديدة بتشوفون شوي تغييرات شو سويت خلنا سوي لكم أبديت يا مرحبا يا مسهلا فيكم وأنا بعد اشتقت لكم كلكم والله صراحة أدري بكم شكرا على الكومنتات الجميلة أنتو ناس رائعة وإن شاء الله نحاول نستمر على السلسلة هاي لكن كل يوم تكنلوجيا وقناة الطباعة ثلاثية الأبعاد في تيك توك ما أخذ مني وقت ضخم من زي أنا شو سويت سويت مخططات بأتشوف شكل مدينة كيف يطلع حاولت أمشي مع التضاريس وهذا بيكون المطار بنشتغل عليه عقب الصراحة لأن المطار يبالي كمية فلوس أوكي وعندنا هني يا جماعة الخيرة هاي تخطيت المدينة اليديدة وشو حطيت في الوسط حطيت شكل المترو الحين المترو هذا فعليا غير فعال فأنا ببنده بس عشان فلوس من زين بس هذا راح يكون أساس المترو كنت أبقى حط المترو الأساسي هني بس بخلي نقطة عبور لأنه هني بيكون لوب لفة ولفة الثانية بتروح الصناعية والصناعية على الأغلب راح تنشل منهني أنا يمكن مو أبقى صناعية هني لكن هذا مشروع مستخبري حاليا أنا شو محتاي محتاي منطقة زراعية فمديت خطة هني سويت مفترق هايوي شوي في الوسط هنزين مفترق عود جدا لأنه هني راح تكون منطقة أسماك على الأغلب وراح نمتد في الأسماك ما راح نمتد في شي ثاني القطار راح يكون هني هنزين بما معناه عنا لفة مترو داخلية حلو والمترو بيبدأ ينحطه الحين إن شاء الله طبعا وصلنا ثمانتلاف هني فخلي تشغال عشر دقايق ومور طيبة هني حطيت زون اندستريل زون الاندستريل هذا راح يضم أهم شي عندي واللي راح يشل صناعات مالية على الأغلب ألا وهو المنطقة الزراعية مالي اللي راح ان شاء الله دخلنا فلوس وايد من تصدير من غيره من غيره طبعا هذا راح يعتمد في التصدير على القطار القطار هذا راح نخلي شق كامل حقه هني ما راح نلمسه هذا حق نقل البضاع بيكون هني في الوسط بطريقة ما راح نرتب المكان وراح نغيره شوي بس الفكرة إن المزارع حاليا راح تكون هني طبعا هاي مساحة أكثر من كافية نشوفها حق مزارع خلينا نحط الـ HQ وهني راح يكون في منطقة سكن هذا بيكون الـ standard اللي في العادة نحطيه عادي جدا هني منطقة زراعية كنا ندور أول مرة غلطنا لو تحيدون في المنطقة الزراعية لكن ما عليه المعلومات عندي شوي مصدية بالطريقة هاي نكون نحن سوينا establish للمنطقة الزراعية وراح نحاول نبدأ في crop field طبعا بنحتاي إلى مدى ضخم ما أظن عندي فلوس أني أرصم رصة مثلا بس مثلا هالكمية أحس أكثر من كفاية بس الفكرة راح أحولهم كلهم إلى green house منطقة بيوت الخضراء ولا البيوت الزجاجية للزراعة والحين هذا الفكرة مننا أنه يبدأ يبخ علينا فلوس الحين المعاناة الدائمة التخزين والتصدير الخضار دائما يكون هي المعاناة الأكبر في الموضوع كله دائما هاي المعاناة مواناة نحن التخزين والتصدير الشارع هذا لازم أغيره ومش حلو حقه هني الصراحة نبأ شي مجرد شير بدون سياكل لأن هذا أكثر حق المدينة المدينة تقريبا كلها سويناها شير بسياكل فهني بس نبأ شير لأنه مطقة زراعية ومش حلو يكون ما فيها زراعة بعد وفي نفس الوقت ما يقدرون يأخذون يوترنات غريبة هني ترى لازم التزمون بالسيد على أساس التخزين التخزين راح يكون في أبو أخلي قريب القطار يعني لو نطلع من هني والني بلنا شارع نزين نسوي بالطريقة مثلا من هني لين هني بالطريقة هذي والني بلنا الشارع يمتد لين هني هاي منطقة تخزينية فوق المثالية يعني حتى حق المستقبل ما بحطي وايد مخازن فالعادة اكتشفت اني احطي مخازن أكثر من اللازم بصراحة وطريقة المخازن مش امية بالامية عملية نزين إذا دور لي شارع صغير عساسي بينا انه مخازن بدون فاصل اذا يبدأ من اهني ويروح ينتهي اهني امزين الحين اهني اتمنى يشل المستودع صغير فعساس اني اتأكد قبل لا اتوكل منشل المستودعات صغيرة مما راح تركب فبالتالي لازم نغير القياسات موانا لان اصلا او لحظة خلنا نخلي المستودعات اهني اوكي بخلي المنطقة التخزينية الاضافية دايركت من المزارع لي وين اهني لان ما بحطي الكمية الضخمة من المخازن صراحة كل مرة احطي كمية ضخمة هذي ايوه الشارع شوي مختلف بس احس بيخدم الهدف مالنا من زين الحين نرجع للمنطقة الزراعية انا اتكلم عن السايلو اللي هو اللي يشل الحبوب عفوا في المنطقة الزراعية بنحطي لنا اااا قد لنا ابوهم يلفون من هنا اخر شيف انها يما ابوهم يرجعون نفس الطريق فشو بسوي حطي السايلو جنب الصوب الثاني السايلو لا اثنينة بينهم اثنينة اربعة ستة سبعة خمسة ستة سبعة فراغات بينهم ثلاثة سايلو مفروض يكون اكثر من كفاية اكثر من هذا لازم يروح للتصدير ماي طبعا مديت للمكان اردي يعني امتكد في حد يمكن يسأل عن شي نفس هذا الحين هذا المفروض يكون منجم الذهب مالنا اللي هو راح يدخل علينا كميات طيبة وفيرة الى قدر الامكان يعني من الشو الحين هذا واحد اثنينة ثمانية ثانينة اربعة ستة ثمانية يعني نقدر نطلع الشارع من هنا بالطريقة هذه نسويه بالطريقة هاي وبخلي مجاله هنا شوي فاضي يمكن نحطي ميناء ولا شي واي توسع زراعي راح يكون على اغلب هذا اكثر من اللي نحتاجه ونزين وهذا حق التوزع القذيب وفتح يا سلام وهذا حق التوزع الحيواني الحيواني قد زين نحطي مزارة حيوانات يعني لاحد يفهمنا غلط وانا اذا فهمتونا غلط هاي مصيبة هذا خلنا نشله من هنا ونبدأ نمد المكان بغرينهاوسس وعلا غلب ما راح احطي غرينهاوس اكبر راح التزم في الاشياء اللي موجودة هني منزين منحطي هني كربس هنقصني حبه هاشي كريه منزين وبنحطي الصوب الثاني شو فواكه فصار عنا منتوجين بما ان عندنا فلوس خلنا نحطيهم وهذا راح يسوي لنا الضغط الى كمية معينة على الشسم صبر اول شي خلنا هذا شو بعد غرينهاوس خلنا نسوي كلها غرينهاوس ولا نحطي غرينهاوس كلها غرينهاوس شكلها مغيران بعضها لكن حلوين لكن منطقة ابوها شوي شكلها على الصناعية اكثر من الزراعية وسبب زيادة الانتاج ان احنا نبقى فائض في الانتاج اساسا السايلوز على الاغلب راح يتعبون واللي هو ما عندي مشكلة لا الحين هاي كمية ضخمة تراب المزارع مش كمية صغيرة خلنا اتفق هاي كمية جدا ضخمة يمدينا نحطي مصنع اخر شي نحطي اشياء مصنع اكل شوفوا الزحمة اللي هني ويضطرون يلفون لفة كاملة وطبعا في شركات شحن راح اتينا نفس هذا فارم ترك هذا من بيروح هاي يروح السايلو يشل من السايلو يعني في حد قاعد يحطي وفي حد قاعد يشل من السايلو السايلوات تشل كمية طيبة ثلاثمائة طن الواحد من هاي اللي ينتج معرف كم طن صراحة ثمانتعش طن تقريبا بحد اقصى يعني الحين مفروض اننا نحنا بدينا تجارة بالزراعة عنا مباني يديدة ما عندنا فلوس حكم حاليا لحظة منزين هذي الطريقة نحنا بدينا المنطقة الزراعية من المنطقة الزراعية طبعا راح تتمدد بشكل سريع جدا ليش لانا نحنا حطينا كمية ضخمة من هاي اللي وتصدير واشياء انا هاي اللي على الاغلب راح ابدلهم مش يعني في السايلو لفل تو يوم يفتح اظنى لفل ثري بيفتح لفل فايف يفتح راح ابدل السايلو ما راح تسوي الحين فلاور مل شو يحتاي نزين الفلاور مل كمصنع قلنا نحنا عنا بنسوي مكان حق مصانع صحيح المصانع بتكون اخر شيء ليش هذي من هني السايلو يمشي سيدة النيب لشارع اللي يبا ياخذ الانتاج خلنا نحطي شارع بوشير نزين خلنا نحطي لنا جانب البحر هني هاي منطقة وبنخلي هني فراغ حق مصنع على الاغلب نزين وبننيب بالطريقة هاي نزين بنسوي شو فلاور مل ناتن اندستري اريا هذا عادي هذا بسيطة هذا شو بنسوي بني بالاندستري اريا وبنمده لين اخر شيء مو عندنا مشكلة نزين الحين الفلاور مل هذا لازم ييون يطلعون من هني وياخذون لفة يرجعون من ورا فشو بسوي هالشير هذا خادمنا بحيث ان يسوي لنا كنترول على منو لحظة على بالمكان هاي ولا للمنطقة هاي ونحطي فيها فاصل للرجوع بعد عشان ما نطول دربهم بزيادة بشكل ما له داعي عندنا ماي عندنا ماي نزين بنبدأ نحطي فلاور ملس فلاور ملس ييون حطي اثنين جنب بعض احسة بتكون غلطة الثنين بتكون غلطة بس اظني بيكون اوكي بقى لانه بيكون بس انحنا عندنا انتاج عالي فنقدر نحطي لين اتصور الشخصي ثلاثة يقدرون يبخونهم لان هذا كم يستهلك 13 طن ونحنا عندنا ابعافها لانتاج واذا نطلع هذا بيطلع لنا فايدة ولا فلوس طيبة ترى بيسوي عندنا قفزة نوعية في المدخول القفزة النوعية هيا راح تسمح لنا شو بالاشياء الثانية الحين منطقة الحيوانات اللي تكلمنا عنها هذا اذا حطيناها بالطريقة هاي ما راح نقدر نحطيهم جنب بعض فبنسوي فراغات والله يتب الحظ يا جماعة انا ما كان صراحة الهدف بالطريقة هاي بس ضبطت معي ما بتكلم فخلا نحطيه شوي فواصل شجرية وهني بنحطيه شوي شير وبيبدؤون عندنا صار عندنا منتجات حيوانية الحين منتجات الحيوان الثانية ولهالمكان هذا بالذات راح يكون اكثر السكنات بالطريقة هاي وبنمج شوارع بالطريقة الصغيرة يعني الحين بهد بني بالشارع الصغيرون نهدي فراغين نحطي شارع هني فراغين فراغين نحطي الشارع بالطريقة هادي فراغين فراغين شارع بالطريقة هادي ونحطي فراغين فراغين شارع بالطريقة هادي. نقدر نسوي لهم مكان خروج من احني. الجماعة طيبة هاي وهاي والله. خلنا نشوف لحظة. الطريقة هاي اتنينة اربعة. نزين. اه لا بغير مكان هذا اهني. وبسوي هني خدمات شوي مختلفة لان بنحتاج مركز مطافي والشرطة هني على غلب مع الوقت. عرفتوا قصدي فهذا راح يلعب دور كبير. فالمدخول او الاشياء اللي نحنقع نسويها حاليا. هنزين خلنا نشوف. اوكي هذا بيشيل وايد عمال ترى وايد عمال بيشيل بشكل جميل. نظريا بيشيل drownedتة من inferل المربيين من الصافة من النجم الجميل. اوكي ية اوكي ينتخلهم هو عليم البيشيل بيشيل بميشات ٢. ينتخل عمال بيشيل الضغط ينتخل الأن متشح? نزين بلبل PHA من 48 غير مريكو لكن شب لاuteur بوضع الياقل و فهي بيشيل وهي من تتفقد سورة لي. اوكي لا تتخاف اوكيه التي stirه سورة. نحن سورة كارغو والناس اللي تداوم فيها. هاي شو? بتبدأ خلا تسوي بيك اوب ولا خلها تبدأ بالانجاز. الحين. نبدأ الخطة الاول حق منه. هذا شو في نت انا في بايرز. يبقى نسوي الشيبنج. الشيبنج بينا مع خطة القطار من هناك. بس خطة القطار الحين ما نقدر نوصل له. فالتوسع ما انه لازم يكون مدروس. عرفته? ويقول لي صاح توسع زيادة بس لازم يكون مدروس اكثر. الحين بندخل على المترو. زين? وبنحطي لنا خطوط مترو في المدن الداخلية. وعند المترو بنحطي مجموعة خدمات بسيطة. مثلا هذا مترو. وقلنا عند سوق السمج بنحطي مترو. هذي لفة صغيرة لينه هني صح? نزين. يعني هذي بتكون بالطريقة هذي. خلنا نشوف الـ underground view. نوصل الخط هذا بمنوه. بالطريقة هاي. بس الحين نشو المشكلة مشكلة فلوس. يا حبيبي. هالمترو بيروح بيرد على خط واحد ترى. يعني هذا بالنيبة من هني. هذا بالنيبة من اليمب. وبعدين بيبدأ يتمدد مع المدينة. هذا خط المترو الاول. يعني هالمكان راح يستويه ابو الزحمة. نظريا يعني نزين. الحين هذا كم يبقى ستة وستين الف. ستة وستين الف مقدور عليها بس مش الحينة بالضبط. الحين شو بنبدأ نسوي دام انه يبقى ستة وستين الف. بنبدأ نسوي اللعبة ولا نحطي شي ثاني. اول شي هالمكان ما بحطي بعدني فيه. لا بحطي فيه محلات صغيرة. عساني كنت جنب المترو متوازي. تبدأ المحلات تتمدد بالطريقة مختلفة شوي. نزين. وبعد المترو راح احطي شو المحلات الطويلة. طبعا انا سويت حديقة صغيرة بجانبها واشياء. وهاي ما شاء الله قاعد تلفلي يعني. قاعد تسوي متخول. اشياء صغيرة مداخيل صغيرة لكن. تسوي لنا اشياء. نزين. الحين بالطريقة هاي. حلو. هني بداية العماير نظريا. معنا والله لو كنت حطينا حديقة كان احسن. نزين. البيوت راح تاخذ المركز ما للمدينة. بس هذا المركز يمكن نسوي فيه الخدمات. المدارس بعض الاشياء بعض الامور. فبحاول اخلي فراغات الحينة. مش بحاول. بنخلي فراغات في المدينة بشكل ككل. ليش? عساس مع التمدد اقدر اعطي المدينة الاشياء اللي هي تباها. عندنا الصناعة شغالة. صحيح يقول ما عنا مشترين كفاية. بس هالشي بينحلم على القطر. القطر راح يفتحها الى 11 الف تقريبا. وبنحطي هنا بيوت. محتاجي نحطي مستشفى دولي. مستشفى عود مرة ثانية. اعرف هاي تكلفة عالية. بس الحين التكلفة العالية شو تيب لنا? تيب لنا ناس عسل. تيب لنا سكان. تيب لنا فلوس. تيب لنا خدمات بشكل عام قوية. صوب البحر بخليه حاليا فاضي لاني ما اعرف هل بحطي فيري ولا لا. ما قررت الصراحة. منزين? ولكن هذا مفروض يغطي الاحتياج السكاني ما لنا. عند المول بس عند المول اهني في منطقة وحدة لان شكل المبانا هاي مختلفة شوي. عرفتو? احطي عند المول ماير تجارية اهني بس. بس في هالمنطقة. عسى يطلع شيء شكلة غير عن الباقي. هذا راح يسوي لنا يعني اشياء حلوة. لشكل حلو في المكان. حنشوف كيف الانكم عنا قام يطير. استوى الموضوع ابسط مكان عليه صح? الحين شو نسوي. لما انا قام يستوي عندنا فلوس. نمد خطة هني. هذا مفروض يكون في خطين يا جماعة. سنترى لهذا. نزيل. ويكون عندنا. خط. بالطريقة هاي. يعني هذا اللوب الاول. يبدأ من هني. اه المرسى ثانين. الخط اختار واحد. باركن ثانين باركنين. وترجع هني. هذا خط رايح راد على المدينة. وهذا الخط راح يروح وين نحن قلنا قبل. عندنا مترو ستيشن. وين بيكون? اه بس مش فوق الارض. لا. ما نبقى مترو ستيشن فوق الارض. خلنا نسير عند الاشكال الكستم. وناخذنا وحدة سنكن. ولنقدر ناخذنا رقم ثلاثة. يمكن. خلوني افكر في الموضوع. ولناخذ العادية هاي. نقدر ناخذ العادية والله ما يحتاج اكثر. بس العادية بالعرض. نقدر اني بهب الطريقة هاي. بس ما احتاج هذا كله. حسن ان الباص راح يحيبهم هني اصرا. فشو راح نسوي? راح نمد خط من هادا. الى ما يقدر يطلع عنا خط ثاني. زين نقدر نطلع خط ثاني نحن عكيفنا. وبيتر اياه مو مشكلة. وانا بعد في خط ثالث ورابع راح يطلعون من هني. الحين هذا راح نستعمل بلاتفورم. شوفوا كم فيه اثنين ثلاثة اربعة بلاتفورم صح؟ راح نستعمل اللي جنبه. ونروح. هني وبنرجع. هذي ونستوب. هذي الاخطار بس شغلطت منه. اللاين هذا. لو كان عندي الاوتو كالر بس كنت مرتاح. زين خلنا نشوف المترو. نبدأ نلون الخطوط عسن بنعرف نحن عشو قاعد نتكلم. زين. بالنسبة لخطوط المترو هني. استوب ستوب يهكل ستوب ما اقدر اتحكم فيهم لانا ما عندي مدات. بس اكثر من كفاية. نقدر نغير الكباسيتي في اقطارات يديدة. بس ابني هذا لو احطي له واحد بو ميتين واربعين يكفي. وهذا احطيه بو اربعمية ولا خمسمية. خمسمية لانا راح يشل المدينة كامل مفروض نظريا. ليش لانا من هنا يعقب راح نحن ننطلق وين؟ للمطار. بلدنك ترنت اوف خلنا نسوي لترن اون. او بريتك. اوكي. صح؟ احين صار عنا مترو ستيشن شوية سنترل. المنطقة راح تنتعش منا. نزين. وعندنا هني راح يستوي لنا نكس عمال شوي. نكس العمال هذا. الماء عندنا نكس فيه. بنحطي. بنحاول نحفر هني بدل ما نحطي. نزين نسوي بالطريقة هاي. نحفر. مش مشكلة عنا مجالة. نسوي ستب حق اللعبة شوي. نزين ونوصل. الماء بالطريقة هاي. نظريا مفروض يفرق بيانا. مفروض يرتفع منسوب الماء هني لانا عدلت الارض. بس مش معنا مش قاعدين استهلك ماي وايد. اقعيش فطول ماي كله الله يهدام. بنزيد تانكي. مش شوائد انا احطي تناكي اعرف. بس في مكان نفس هذا مايضر احطي تانكي. ومايضر احطي تانكي عند سوق السمج. جزء من الثيم تانكي تانكيين ثلاثة. هتشوف شكل حلو مع سوق السمج هي. نفس ما توقعت. بطريقة هاي نزيد شوي منسوب الماء من تحت الارض وهذا. بالنسبة للمجاري عندنا نحنا مكان جاهز. فتح لنا شوي مصانع حالي سويت الاسكوب. نزيل عندنا مكان جاهز جاهز حكم من مرة. هذا شو اه هذا انهدم. يا الله مع الزلزال يوم ضرب الزلزال. ونسيت موضوعه. فالحين هذا كل اللي قاعد اسويه معناه عنه تمدد الضخم يعي. تمدد الضخم هذا راح نحتاج لوائد اشياء. وطبعا مركز اعادة التدوير. راح يحتاج بروحة يعني. توسع طيب. بس مركز اعادة التدوير راح نحشي فيه تلوث بي. ليش التلوث البي لان ما عندنا لامكانية نعيد تدوير كل شي. فهمتوا علي؟ فاستوينا مضطرين انه نحرك كل شي بزيادة. فهل هذا راح يقدرو ينفضونا الله اعلم. ما عليه. بس نحنا حاليا للأسف يعني لين يفتح لنا ريسايكلينج عود ولا نفتحها شي بنت شي موضوع ثاني. بخصوص المصانع نحنا شغالين يعني هل الحلقة هاي على المصانع فعليا. من زين؟ نات انف بايرز مش مشكلة بايرز بيون ما عليكم. الحين وصلنا عصنا 11000 من الحين. المشكلة سالفة اني اوصل للقطار هذا. أوه شغل الهول مول الاخر. الحين من الصناعية هاي بكبرها. احس ابي شلها عقها ورا عند الخطة هني وسوي لها موصلة ثانية. وهي سويها منطقة تجارية. بس يليت الموضوع به السهولة في سيتي سكايلين. أوك ما اقدر اشتري استوى عندي ترين استوى عندي مونيريل استوى عندي كابل كارج أنزين. الحين هذا عندهم مشكلة قمامة. جいب وعلي امل تنحل بس هايهني لازم نسوي لها خدمات اصلا بروح. في مكان ورا القطار لانه الحين انا بمت قطار حلو هذا القطار شو شغله خلنا او شي نمسح هذا نمدلنا الشارع يجيد انا اسف لكن في اشياء راح استغني عنها هذا شي اكيد يعني ونمدلنا شارع بالطريقة هاي الحين القطارة هني راح يكون ترتيبه صعب يعني ابدا مش سهل لان كيف ما بحطي بيكون عندي مشكلة نوعا ما السكة فانا الحين محتاج امد المكان واطلع القطار من هني من هاي الزاوية بس شو يمكن اخرب النهر فبس اساس اتفاد اني اخرب النهر ولا اقولكم ما بتفاده خلنا اخرب النهر جاي بالطريقة هاي مش مشكلة لو اخترب النهر شوي ترى ما بيستفيديني شي لحظة انا شوي نزلتها بالزيادة برد برفع الشارع عادي طريقة هاي استوي النهر اضيق شوي بس ما عليه وهذه الرفعة طيبة حق منه صبر هذا بس بننزل هني مع باقي المشتويات بالطريقة هاي وهاي الرفعة راح تكون طيبة عسى بطلع منها نوعا ما السكة نوعا ما مش وايد اوكي بتكون ترى بس بتفهموا قصدير حين من نبدأ نشتغل على هاي شوفوا هاي نرفعها شوي هني ناخذ التول هذا ندقه هني ولحظة بالطريقة هاي اضا نستوها فقط ما عارف مزين ونحطي القطار ما لنا اوين اهني احين القطار بالذات هالشارع موين فعله لانه بيسوي دي الزحمة لا متناهية هني لابا اللي يروح يرجع مرة ثانية من عند الشارع الرئيسي هذا والشارع الرئيسي هذا بنحطي واحدة من الشوارع اليديدة اللي هي الثلاث شوارع في شارعين ونبه الشارعين يكون طالعين شوفوا لان العالم بتكون طالع من هني بالطريقة هاي نبه الطالعين اكثر من الداخلين لان في اكثر من الداخلة وهذا راح يسوي لنا ازمة عالمية نزين القطار الشحن ولا قطار الشحن هذا راح يكون داخلي بتنسبة تسعين فلمية حاليا وحاليا بحطي وين بحطي هني لان هذا ما راح يكون مكانه بس الشسمة راح يكون مكانه القطار راح يمر على امل بعيد عن الزحمة من وسط الجسر هذا بس طريقة الي اساسي فيها صعبة وايد فا او ممكن نيبه من هنا بس من هنا احلى شكل بيكون وينيبه بالطريقة هاي من هني متى امكن الحمد راح يتنح وياي مكان وراح يسوي مكان صبر خلنا نشيل هذا التول هذا معناه شو لازم نسوي هذا الشارع لازم شوي احركة من مكانه وينيبه اختار بالطريقة هاي هنحن بننزلة نزلة جيدة مش وايد وبنخليه يمشي مع منه مع الشارع هذا بالطريقة هاي لين نزل الارض هني على اساس يتلاقى مع السكة هاي ونفس الشي بالطريقة هاي هني راح نيبه هني جسر عالي ما عندي مشكلة في بيدخل من وسطه ترى جسور انا شفت شي والله في اليابان صراحة ووايد السلسلة هاي يعني مستوحى شوي من اليابان انه كيف يحطون الاشياء بشكل مرتفع يعني الشارع عندهم ثلاث طوابق يعني ترى عادي هذا على امل يشتغل داخليا نحن يعق السامان هني حاليا والله هني بعد غلطة شوي بس يعق السامان هني والشاحنات التي تشل السامان وتوكل هذا معناه هذا الشارع ما ينفع يبقى بالطريقة هاي لازم يكون الشارع مفصول على اساس اه لا عفوا انها الشارع غلط اللي هو هذا عثها الشاحنات تدخل من اتجاه واحد على الشاحنة على المكان هذا على اغلب مفروض انه يبدؤون استعمال فيه بس دام ما في خط خارجي التصدير الخارجي حاليا مسكر علينا لانه ما عنا خط قطار ولو اشتري الحين راح تكون في مشكلة بس انا بقى تشوف فعاليته داخليا انا شفت ناس قبل تستعملها داخليا واللي هو ممكن يكون اكثر من مكان يمر يوصل السامان هذا يقعد ينزل السامان يدخلون في المدينة يوصلون لاغراض اللي عندهم الزراعية اللي موجودة ونزين تشوفوا الزحمة اللي بيستهلكها القطار بس ونزين الشيء الثاني غير الزحمة اللي بيستهلكها القطار حاليا اللي بنحطي اهني بعد مترو الحين هال مترو وقفتها غير نبا وقفتها توصل الصناعية ومن الصناعية يوصل هني فالموظفين مش بوكين في وقفتين تبون صدق بسوي نفس الوقفة نفسها حق الاثنين فخلونا اني هني عند بيوت العمال هني ولا بيوت اللي ساكنين منزين نحطيها بشارع داخلي منزين والنيب خط من هني خلونا نزل تحت الارض لين وين لين الصناعية not enough money كم فلوس يباله هذا خرب بيتا وايد والله تعرفون هالخط قطار وايد رخص نزين الحين هاد الخط بيروح بطريقة وايد وايد معينة حاليا يباله مية وعشرين الف بس حق خط مترو بس هل اشياء مع الوقت دام اقتصادنا قاعد يطلع بشكل ممتاز ترا ما راح يكون هم ضخم ترا ها فلوس قاتتي بسرعة خلنا لحين شوفوا البجت والمزارع شوفوا كم يستدخل المزارع 4000 فوق الدخل العادي عرفتوا ليش صار عندنا مزارع طبعا ما صنع ما ما صنع عقب خلا بس يستوي عندي كاشف له بعد ما يستوي عندي كاشف له اقدر اتكلم يوضع طبيع حتى لو مثلا يا دقة هني لون بو ستين الف ما فرقتو يا يخلو نحط الخط لانا بالنسبة لوقت الحلقة خلص فعليا نزين الحين شو بنسوي في اللاين هذا نفسه هذا اللاين نفسه بنحطي فيه شو وقفه هني يا الله هذا اللاين راح نحطي فيه احاول اسحبه مفروض يقول اسحبه على اساس يحطي هني بس مش طايع ليس لانا لازم يروح يرجع فخلونا هنا نشل اللاين هذا نزيد وقفه هني دين هني ونرجع هني ونرجع ونرجع هني هذا الحل خلاص الوقف هاي جامع بالنسبة للصناعية الناس بيكون هني بعدين بيروحون دوامهم هناك بالمترو واظني هذا ابعد حدود مترو لازم نوصل له كخط لانا خط هذا وايد طويل بالنسبة لمترو فالحين بيكون هني فيه حركة بعض الموظفين مش وايد مفروض بس راح تستوي هني كيف الحركة عندنا 92 جيد الحركة كلها مفروض في المدينة هني شوفو ميتين وسبعين الحين مع هالميزانيات ولا مع الوجود اللي يدر علينا الحين فلوس هذا المصنع ولا المزارع اللي موجودة بيعدر علينا الفلوس طيبة فشو بنسوي اباحطي لهم مصنع عادة تدوير لانه هاي دي طاولون نبور نزيل سيف لازم نبني فريج صغير فبما انكم ما تحسون بالامان بنحطي عندكم منطقة زراعية بنحطي عندكم عفوا انو حيطي عيادة بنحطي عندكم مركز الشرطة لما عنا قطار بعد لما بنحافظ على امان القطار يعني الى حد كبير يعني يعرفتو؟ فاذا في حرامية ولا شيء لازم نحافظ على المكان هذا قاعد يدر علينا فلوس هذا مكم مهم والله هذا قاعد يشل الزحمة يعني هذا كم شوال قاعد يشل الثلاثين في المية فلترا رقع يحطون فيه قاعد يروح داخليا خلنا نشوفه ينزل من هنا ايوه والحين في سيارات بتطلع توصل هذا يشفي قطار داخلي المهم كان عنا اليوم توصل لمنطقة زراعية بنشوفه خلي شوي شغال ممكن حصلنا شوي ميزانيات وبعض الامور ونشوفكم في الفيديو القادم الاخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى موسيقى